سيد أحمد حياك الله مرحبا بك أريدك تحديدا أن ترد على هذه النقطة بأنه السيادة رح ويطرف الأضعف وما رأى على الاتفاقات ومثل ما ذكرت سيد أحمد قبل شوية تفضل سيد أحمد السلام عليكم تحية لك وليقناة الفلوجة وليضيفي الكرام وتحية لكل متابعينا في كل أنحاء العراق أخي العزيز اليوم نتكلم بموضوع سياسي ونتكلم عن استحقاقات سياسية ونتكلم عن استحقاقات انتخابية ولغة أرقام طيب اليوم نعدد لغة الأرقام ولغة الأكثرية والأغلبية فنأتي إلى أن السيادة تمتلك أربع مقاعد تمتلك أربع مقاعد فيما تشكل التحالف العربي التحالف العربي الذي نحن جزءا منه هو نصف المجموعة العربية بواقع ثلاث مقاعد وبواقع مئة وثلاثة ألف ناخب فهذه لغة الأغلبية ولغة المنطق والعقل السياسي هذا فيما يخص التحالف السيادة أو التحالف العربي في أكثرية وفي أقلية يعني اليوم ما ممكن ما ممكن في المنطق أني أترك جهة سياسية عربية في كاركوك تمتلك ثلاث مقاعد وتمتلك نصف المجموعة العربية وتمتلك أربعة مقاعد في التحالف السيادة وأهملها وما أشركها في الحكومة واعتبرها جزء بسيط اللي هو الكتلة الأكبر واللي ينتلك ست مقاعد يقعد ينتظر حسب مزاج الكتلة السياسية والمحافظة بل المحافظ المدة الزمنية انتهت حتى يتم التوصل إلى اتفاق ما رح يتم التوصل إلى اتفاق لا أخي العزيز أخي العزيز لا إحنا لا ننكر أن الاتحاد عنده مقاعد خمس مقاعد والاتحاد جزء مهم في محافظة كاركوك والاتحاد غير كان مبعد من المفاوضات التي كانت تدور في تشكيل الحكومة الخلاف كان فيما من هو الذي سيقود المحافظة أول سنتين في المحافظة نحن نتكلم عن المجموعة العربية المجموعة العربية ست مقاعد كانت يعني أنا أتكلم عن نقطة الخلاف المجموعة العربية كانت ست مقاعد وكانت أجمعها متمسكة بمنصب المحافظ تسرح تسرح اشتركوا في القناة